حلقتنا بالتابع ودايما يعني هالبرنامج حريص انه يغطي كيفة النشاطات الميليدية ويدوع على هالشباب والصبايا اللبنانيين يلي عم يشتغلوا بي جمعيات بمنظمات لحتى يكونوا حد خيون الانسان بستقبل بيتر محفوظ منصق قسم الشبيب برابطة كاريتاس تنحكي سوى عن دور هالقسم وعن هالقسم قده يكون ناشط كمان بعيد الميلاد شكرا أهلا وسهلا تك بيتر الكاريتاس هي هالحالة من العمل الدايم بالمجال الاجتماعي اللي بتشتغل كمان عبره كتير الكنيسة كيف تتعرف عن كاريتاس لكل يلي ما بيعرفه أو لكل يلي عبرهم يعرفه أكتر أكيد كاريتاس هي رابطة طيب على الكنيسة الكاتوليكية بلبنان وهي من أكبر الجمعيات علميا يعني مش بس جمعية محلية بلبنان لنا أكتر من 45 سنة 47 سنة تقريبا ونشاطاتنا مختلفة كتير يعني منوع من النشاطات الاجتماعية حتى بقسم الشبيبين عندنا أشياء رياضية سقفية إنمائية بيئية يعني من ندخل بكتير مجالات ونشتغل فيها ككاريتاس وكشبيبة كاريتاس وبالنسبة إلنا كاريتاس مش بس جمعية نحن منتسبين لألا لا كاريتاس هي طريقة عيش لأن حياة الإنسان فيه كون كاريتاس كاريتاس هي محبة وأعمال المحبة مش بالبدلة وبالبطاقة بالعكس أعمال المحبة في حياة الإنسان يكون عم بيقوم فيها على كل حال كاريتاس لعبة الدورة كتير مهمة وكبير بالسنين الصعبة يعني بالحرب اللبنانية وبثاقة في عيال كتير صمدت بفضل مساعدة كاريتاس واليوم كمان التحدي كبير ولكن التحدي من نوع آخر الفقر الظروف المعيشية الصعبة وظروف الاجتماعية الصعبة أنتوا على قدر الإمكان توقفوا حد هالناس حتى تعطوا هاللمس اللي بتغير شوي الواقع أو بتخليه يصير أحلى كيف بتشتغلوا أول شيء ككاريتاس وبعدين كقسم شبيبة على امتداد الوطن أكيد بظل الظروف الصعبة العمير ورقفية لبنان الحاجات عم تكتر يوم بعد يوم وكاريتاس بالنهاية منت دولة بس عم بتجرب تأمن قدمة فيها من المساعدات من الخدمات للأشخاص اللي هن بحاجة إن كان من خلال الجهاز الطبي أو الجهاز الصحي بكاريتاس يلي بيأمن أكتر من مليون خدمة صحية سنويا بكل لبنان من خلال المستوصفات العيادات النقالة اللي موجودة تابعة لكاريتاس بالإضافة للفرع الاجتماعي يلي بتابع العياد اللبنانية يلي هن بحاجة بمختلف الأراضي اللبنانية عنا الجهاز الإنمائي يلي بيهتم بالإنماء دعم المزارعين بالمناطق الريفية جهاز اللاجئين والأجانب يلي بيهتم كمان بهوض الأشخاص وأكيد فرع الشبيبة يلي بيهتم بالنشاطات يلي عم بتكون نشاطات اجتماعية وإنمائية على الأرض يعني أنتوا حاضرين وين مكان بلبنان وخدمتكن هالقد بنوعة كيف الناس فيها تقصدكن يعني الإنسان يلي هو بحاجة لشو ممكن يقصدكن نحن عنا أكتر من 80 مركز لكاريتاس على كل الأراضي اللبنانية من خلال المساعدات الاجتماعيات يلي موجودين بهالمراكز منقدر نوصل للأشخاص اللي هن بحاجة لمساعدة بس أكيد ما رح نقدر نعرف بكل الأشخاص نحن نتمنى من حي الله شخص بيعرف عائلة بحاجة شخص بحاجة يقصد مركز كاريتاس يقبرنا عنه تنقدر نحن نزوره ونشوف شو الحاجة اللي هو بده إياها نقدر نلبيه موجودين مركزنا مفتوحة للجميع في نتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أرقامنا الموجودة كمانا أونلاين على الويب سايت يعني من حي الله طريقة قادر الناس تتواصل معنا تتقدر تحكينا نحن نشوف كمان مشاهد من خدمة كاريتاس للناس بيتر شو أنواع المساعدات قلت لي فيه مساعدات طبية صحيح الجهاز الصحي بكاريتاس من خلال 10 مستوصفات 11 عيادة نقالة بيقدروا يأمنوا الخدمات الصحية للأشخاص إن كان من أطباء من كافة الإختصاصات موجودين بالمستوصفات تبعنا أدوية كصيدليات طب أو عيادات أسنان كمان موجودين بهذه المستوصفات تنقدر نأمن كل الأشياء الأساسية صحيا لهذه الأشخاص اللي بيحاجي غير المساعدة الطبية شو بتعمله كمان؟ نحن من خلال إذا بدي أحكي أكتر فرع شبيبة أو فرع أقاليم يلي هو بيهتم بالاجتماعي مساعدات إن كان مساعدات اجتماعية يعني دعم بالمدارس دعم بمواد غذائية كل شي مساعدات عينية للأشخاص ومساعدات نقدية بالإضافة لنشاطات الشبيبة يلي هي مثل ما عم نشوف بالصور ترميم بيوت، ترميم مدارس نشاطات اجتماعية نشاطات للعجزة المسنين، للأطفال أشياء بيئية، رياضية دورات تدريبية فينا عم نشوف مثلا رسم على حيطان بمدارس، ببلديات يعني كل هالنشاطات الاجتماعية اللي ممكن شبيبة تكون عم تقوم فيها عم نقدر ننفذها ومما كان في لبنان يعني بدنا نقول إنه هالأد النشاطات المنوعة عم نشوف هوني تشجير صحيح حديقة عامة، ملاعب يعني كل هالشق الإنمائي كمان موجود عنا خصوصي ترميم بيوت هون مثلا فينا نشوف فرقة الاستجابة بحلات الطوارئ كمانيا اللي موجودة بشبيبة كاريتاس مؤتمرات، كان عنا مؤتمر عالمي للسلام بأيلول الماضي يعني كل هالنشاطات هالنشاطاتنا الميلادية عنا أكتر من مئة نشاط بكل لبنان اشياء خاصة بعيد الميلاد عنا ثلاثة كريسمس فيلج عم بتنظمون شبيبة كاريتاس واحدة بدار الأمر بتشوف، واحدة بالبرامية صيدة واحدة بمنطقة الكورة بالشمال طبعا الكورة رح تكون بمدرسة السانتراز بأميون من 21 ل 26 كانون الأول وأكيد الدخول مجاني والنشاطات مختلفة كلها مجانية لنقدر نوصل بهجة العيد لكل الأشخاص محرومين إذا بدنا نقول بالإضافة لمعارض ميلادية مسرحية ميلادية كمانا عم تنعرض وينما كان بلبنان سلة الفقير يلي منجمع فيها مواد غذائية وبيتوزعوا إعاشات العيال محتاجة العشاء مع عيال فقيرة كمانا على العيد يعني نشاطات الميلاد مختلفة ومنوعة بس منحب نشدد أنه مش بس بموسم الميلاد هاي دي النشاطات عم بتكون عم بتكون على مدار السنة بس أكيد الميلاد اللو هالنكهة الخاصة يلي بتزيد أكيد نشاطاتنا بتكون منوعة كتير كم شخص أنتو منتسبين اليوم لكاريتاس نحن بشبيبة كاريتاس اليوم حوالة 750 متطوع على كل أراضي اللبنانية أكيد غير المتطوعين بالأقاليم وغير الموظفين نحن عم نحكي اليوم عن تطوع يعني عن التزام إنساني بشكل مجاني التزام تجاه الآخر وتجاه نفسه الواحد كمان نحن بنحييكم على كل هالجهود هلقد النشاطات كتير وهلقد الحاجات كتير إذا الناس بدأت تساعد كاريتاس حتى تصمد وتكفي كيف تكون المساعدة على أي شكل أكيد يعني نحن ككاريتاس نعتمد على دعم الأشخاص يعني نحن منا غير سلة تواصل بين الإنسان اللي حابب يعطي وقدر يعطي والإنسان اللي هو بحاجة نقدر ناخد من المال نعطي هيدا الشخص في نتواصلوا معنا عبر المراكز يلي موجودة بكل المناطق أو فيه الرقم الهوتلاين طبع شبيبة كاريتاس يلي هو 81 3-1-2-2-9-4 فين يتصلوا فينا أكيد ومنقدر نوجههم حسب المساعدة يلي حبيني قدموها منقدر نوجههم لأقرب مركز ولا الفرع الأنسب لكن نحن مندعي الناس يعني كمان فيه كتير ناس أوقات بيكون عندها هذه الحاجة ومش عارفة لوان التروح بقى المراكز إلنا فيه 80 مركز بكل المناطق اللبنانية مندعي الناس كمان تتساعد من خلال يعني القصص المرتبطة فيكم بكل المناطق اللبنانية من خلال الإشارة منشوفها في السوبر ماركت أو حتى فيها الناس بكل بساطة تمد إيد المساعدة لأقلكن إذا عم بترمموا بيت إذا عم تعملوا حملة تشجير أوقات القصص منا بس بالمادة أكيد القصص يعني بهيدا الدعم بمد إيد المساعدة حتكون هذه مهمة بأعتقد والحاجة لكل شي مش هيك؟ أكيد يعني نحن المساعدات أكيد ما بتكون بس تبرعات بالعكس فيها تكون مساعدة إن كان تطوع معنا لكل العمار إن كان شبيبة فيه تطوع فرع شبيبة إن كان عمر أكبر مع الأقليم فيه تطوع بمراكزنا عنا مثلا مطعم الدكواني المطبخ اللي بيقدم مواجبات سيخنة مجينية للأشخاص البحاجة يعني عنا كتير مراكز منقدر نستقبل فيها مطوعين يكونوا عم بيساعدوا حسب هن شو حبيني ساعده وشو حبيني أدمه نحن بدون نشكرك بيتر نحي من خلالك كل شبيبة كاريتاس وبيك في الواحد يفكر يعني بشكل عم نحكي مع الصريب الأحمر وهلأ مع كاريتاس إنه من دون هالتطوع من دون هالالتزام الإنساني كانت أكيد الدنيا فيها كتير سواد يعطيكم ألف عافية ومسيح للأم تيفي اللي عم بتضوي على هالأعمال الإنسانية هيدا أقل شي فينا نعم له لو ما أنتو هالناس اللي عم بتخلي حياتها هالأد مضواي وهالأد حلوة مثل ما قالناك الوضع رح بيكون كتير كتير صعب يعطيكم ألف عافية نحنا رح نتابع حلقتنا خليكم معنا